بسم الله الرحمن الرحيم أكاديمية ناصر للتنس الأرض تحييكم النهاردة معنا اللاعب المشاكس الأمريكي اللي هو جون مكنرو جون مكنرو كان اللاعب تنس أمريكي يلعب باليد اليسرى ولد في 16 فبراير 59 في ألمانيا كان من أحسن لاعب التنس في دالي السامنين وكان ليه رونة كبير جدا وليه باع كبير وكان مشاكس في الملاعب وكان دائما الحكام من ظرفه يجيب عليه بعض الغرامات وكان بيتفح وكان بيعطار مدرسة الأطراض الكبيرة لجون مكنرو كانت تجي على أل نقطة يعيد ويشوف ويجانل في الملعب كان له وباع كبير في هذا المجال وكان بيدفع غرامات في هذا المجال أحيانا للحكام بسبب المشاكسة بتاعته مع الحكام فاسد 41 مباراة فردية و18 مباراة زوجية في مصابقات كأس ديفز وهو أعلى رقم بين اللاعبين الأمريكيين في تاريخ التنس الأرض يعني بالنسبة للأعتمر يعتبر جون مات نرو من اللاعبة اللي هما كانوا مميزين داخل أمريكا فاسد ببطولة الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث مرات خاد متتالية وربعة خاد 79 وخاد 80 وخاد 81 يبا هو فاسد 3 مرات ببطولة الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي أمريكا المفتوحة اللي هي تعتمم جران السلام وانتزع قمة التصنيف العالمي من جيل الجليل السويدي بورج هو اللي خاد في السمينيات يعني جون مكنرو كان ظاهر بقوى قوي لدرجة غطى على بورج يعني احنا قلنا لكن احنا متكلم على بورج قلنا انهم اتقابلوا هو ايفان لندن وجون مكنرو وجيمي كونرز دي كلها كانت أجيال واحدة وكانوا عماليقة للتنس في تلك الفترة فهو فعلا قابل لبورج وخاد منه التصنيف العالمي في تلك الفترة شكرا وان شاء الله